وفي منصات سنقدم جولة سريعة أسرع من يوسن بولت في المساحات القصيرة نبدأ منصات من الفيسبوك صفحتك هذه فاطمة زهرة أخيار هذه الصفحة الرسمية جديدة على ما أعتقد نعم أنشأتها منذ ثلاثة أيام مدمنة على منصات تواصل اجتماعي أم أنك تنتقين ما تشاهدين وتتابعين أنتقي كثيرا لدي انتقاء شديد في مواقع التواصل الاجتماعي لا أهدر فيها الكثير من الوقت بالعكس أغتنم فيها وأستغل فيها وأستثمر فيها الوقت من خلال الانخراط في مجموعات كما ذكر الأستاذ مجموعات تساعد على القراءة وتحفز على القراءة وتناقش المقرؤ ونتمنى أن تقوم بنشر تلك المجموعات عبر صفحتك اللي نتمنى أن الناس يشوفوها معروفة فاطمة زهرة أخيار سلاش الصفحة الرسمية هنا تتحدثين عن التحدي استمر التحدي والتطلع لبلوغ القمام وأنت عدت من القمة وبإذن الله تأخذين معك جيل بأكملة بغيت نشوف المنشورات ديال الناس اللي تابعوك في المغرب على غرار دين المونسي يقول فاطمة زهرة أخيار أيقونة وبطلة ونجمة تحدي القراءة العربية لسنة 2019 شرفت المغرب بإبداعها واجتهادها وفصحتها وبلغتها وحسها النقدي المتطور أيضا منشورات أخرى سنحاول نمر عليها بعجالة صد تطوان بطلتها تحدي القراءة العربية مريم أمجون فاطمة زهرة أخيار خاصنا نشكر تطوان اللي جابت لنا واحدة بحالة كلها وأيضا فاس ونواحيها تأونات إلى أين تنتمي مريم أمجون وكل المدن التي تشرفنا وتقدم لنا بنات الغد الأستاذ المشرف على فاطمة زهرة أخيار في تحدي القراءة العربي تفوقت على الجميع لغة ونقدا وعمقا وفكرا دفاتر بغينا نشكر أيضا أستاذك اللي كان مشرف عليك في أستاذ البحرية أستاذ هجام البحيري نعم أستاذ هجام البحيري ومدير المؤسسة أيضا كان له فضل كبير بالإضافة إلى المنسق الجحوي الأستاذ عزدين المونسي والأستاذ محمد الفهري أيضا والأستاذ عبد الجليل وزاني العديد من الأساتب شكر لهم كاملين على ما قدموه من تحفة رائعة جدا وأيضا فتاة تعد نبراس كما قلنا في البداية برافو فاطمة هنا شباب تطوان جبلها نستطاون كاملين معك كيقول لك وخط ظلمتي كنت تستهلي اللقب ولكن صعيب يكون اللقب مغربي المرة الثانية على التوالي بعد نيلة للطفلة مريم أمش وبزاف دي المغربة كيف أسردك شي بأنه مريم الدات والعام الماضي ممكنش مغربية فلات البيئ ممكنش أعطوها المغربية جمارات متابعة صحي مبروك البطلة السودانية هادي لانوار استحقت لقى تحدي القراءة العربي عن جدر وطبعا المنافسة المغربية فاطمة الزهراء أخيار ليست بسهلة ونفتخر بها كثيرا وشكرا لأنها شرفت بلدها المغرب نتابعوا المنشورات كان على ما أعتقد واحد المنشور الوالد دي الفاطمة الزهراء مديرية تطوان سيد وزير التطواني بتكويل مهنة وتعليم لعنى البحث للمية استقبل ممثلة المملكة المغربية تحدي القراءة العربي تلميذة فاطمة الزهراء أخيار على سلامتك لاحظت بصول تلميذة تطوانية فاطمة الزهراء أخيار شوفوا كمان شنو باقي منشورات هذه منشور المدير الإقليمي للوزارة التربية الوطنية أيضا بتطوان تهنى البطلة المغربية فاطمة الزهراء أخيار هذا ما كل ما لدينا هاسبريس ومواقع أخرى تحدثت عن تتويجك للأسف لم يصعفنا الوقت لكي نتطرق لها بعجالة ماذا عن المستقبل فاطمة الزهراء أخبئ للمستقبل إن شاء الله آمالا عظاما وعزيمة قوية وحديديا أطمح أن أجمع بين المجالين العلمي والأدبي في آن واحد أن أرسم بسمة على ثغر طفل لستش الرياضية أكيد أنا عوار تريدين أن تكون جراحة أعصاب ما زلت تصرين على هذا نعم لازلت مصرة على الجراحة على الطب وأيضا على كل ما هو جديد ومتميز وعلى كل ما يخدم البشرية ويخدم المجتمع ترجمة نانسي قنقر